خلاص يا جماعة وصلنا له دي الدرجة وصلنا وحصل نصر الله بتاع الشيعة طالع يهتف وفلسطين وايشتم في مصر وايش يا حبيبي انت بتيشتم في مين انت احنا بقالنا ست ايام ما جازر في غزة يا اخي ساروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها بلاش جعجع بقى بلاش اقطيات بقى ونحشف جسة غزة بقى كتر من كده بلاش بقى طلوع على على القضية الفلسطينية كتر من كده ومن امت فلسطين كان بتموكم تاني يوم بعد الضرب ما حصل المتين واحدة قتلوا في غزة الشيعة على مواقع النت على الربز بتاعت الليل ياهو ميسينجن على الربز بتاعت الياهو بيقولوا تسلم ايدي الطيار اللي اتن للمئتين واحد صورتهم الحيايقية بقى هم حلقة امت يا الشيعة صدوا قضية الفلسطينة امتى الشعب سنو قضية اسلام قصر ده الشعب كفريني السنة من قوله من اخره الشعب عندهم المليار وامتين مليون سني على وجه الارض كفر بالنسبة له من امتى كفاية اخداع بقى كفاية يا اخي ساروخ بلاستك حتى ياخد ربه يا اخي ساروخ حتى على روح الخمين اللي فضل يسبف ابو بكره وعمر اللي كانوا سبب في اسلامه ساروخ يا اخي حتى اصدها على روح يمكن شطموا لابو بكر وعمر ولعنوا لهم ربنا يغفرهم يا اخي احنا يا جماعة عايزين نكشفوا الاخناعة الشيعة دول قبل حزب الله كانوا عاملين حركة امل في لبنان حركة امل عملت مجازر في الفلسطينيين اكتر من اللي اليهود عملوها ممرضة هناك شافت مجزرة على ايد اليهود ومجزرة على ايد الشيعة لما شافت الجسس اللي شعرت طواء قالت لا ده اليهود ارحم اليهود ارحم من الشيعة حسن نصر الله كان جندي في حركة امل الشعية اللي عملت مجازر ضد الفلسطينيين اللي جئين في لبنان كفاية اخداع بقى مين اللي سلم العراق لامريكا مقابل انهم يمسيكوا الحكم مش الشيعة كفاية مين اللي دخلت امريكا على اكتفهم في افغانستان مقابل ان يبقوا لهم دور قيادة انك مش الشيعة كفاية اخداع بقى كفاية اللي عايز يعمل حاجة الشيعة يا جماعة لما بيجوا تشكلوا مع بعض لما واحد منهم بيخضب بالتاني وعايز يشتم التاني عارفين بيقول له ايه بيقول له عظم سني في قبر بوك بيعتبروا ان عظم واحد سني في قبر حد منهم دي مصيبة دي كارثة هي دي حقيقة حقيقة احساس سواء حسن نصران له ولا غيره ان حيتنا كفاية سقوط الاقناعة فضيحة ست ايام بني اتباحة ورينا ساروخ ورينا حاجة غير الكلام سقوط الاقناعة عن العلمانيين اللي وقفين في البرامج العلمانية يجتموا خلال يجتموا في ايه احدين يا شباب يا شباب انتوا تروحوا ضغي نفسكم يا شباب احنا نصر حروب يا شباب خلاص يا شباب احنا يا شباب بعد ما بنتوا بيوت وعملتوا مستقبل والله العظيم تفتكر قول الله كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالهم اقترفتموها فلوس تعبتوا عما جبتوها وتجاءوا مساكنوا ترضونها وبيوت طلعت روحكم عما بنيتوها وابلها وتجارة انتخشونا كسادها وفلوس راحت وجاد بقى احبى اليكم من الله ورسوله وجاد في سبيلك فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله ليهد القوم الفاسقين هم العلمانين بيعكسوها بقى بيقول لو كان الجاد احبى اليكم من المساكن والبيوت لا يا شباب ما ضغيش نفسكم لو ابليس طلع يتكلم مش يتكلم زيهم سقوط الاقناعة من اللي مع الاسلام ومن اللي ضد الاسلام عايزين يوصلون لنا ان حماس دول وبتوع غزة دول شوية ناس بالضبط كده يا جماعة التوصيف اللي بيتقال كده بالضبط تلخيص اللي بيتقال كله حماس شوية ناس ضيعوا نفسهم وجروا شكل اليهود واستفزوهم وعايزين يضيعونا معاهم بالضبط الكلمتين دول كده هتكتبهم هو ده ملخص كل اللي بيتقال حماس جماعة ضيعت نفسها واستفزت اليهود وجرت شكلهم وعايزين يضيعونا معاهم ازاي ازاي نقبل الجرح اللي في قلبنا وقلب عقدتنا ده مين اللي جر شكل مين هم بيجيبوا اعزال من اليهود مين اللي جر شكل مين مين اللي خد ارضنا مين اللي من ستين سنة عادي يدبح فينا بعد كل المدبح اللي اليهود دبحوا هالنا والقتل اللي قتلوا هالنا والسجون اللي سجنوا هالنا احنا اللي بنجر شكلهم ومنستفزهم بعد كل المجازن اللي عملوها ومتبحت المسجد الاقصى وصبره وشكيلة ودرياسين احنا اللي بنستفز اليهود احنا اللي جرنا شكلهم ويقولك ضيعوا نفسهم وعايزين يضيعون نفسهم ضيعون نفسهم فيه ضيعون نفسهم ومعهم إمكانيات يواجهوا اليهود وإمتى كان المسلمين بينتصروا بالعدد إمتى غزوة مؤتة لما النبع عليه الصلاة والسلام طلع 3000 مسلم ما يجوش عشر حماس يحرب الروم اللي أقوى من حماس ألف مرة هو الرسول ما كانش عامل اعتبراته وإلا كل الفتحات الإسلامية دي بقى ولا لها أي إيمة لأن احنا كنا ما بنجيش عشر العدد فأحيان من الفتحات إمتى يا جماعة سبت لأن اليهود حصروهم وجوعوهم عشان ينقلبوا على الإسلام قالوا لهم مش الإسلام اللي وصل كلنا جوعوا بسبب الإسلام ما كرهوش الإسلام كانت النتيجة لليهود قالوا دول شعب يستحق الأعدام لأنه ثابت على دينه حتى النهاية القناة اليهودية الأمريكية ماش جايب أي منظر من منظر اللي احنا شايفين دي سي إن إن ما بتجيبش غير منظر ساروخ نزل على اليهود واحد يهود اتعور واحدة الناس دي احنا عندها وحشين وحشين انسوا انسوا الناس دي عمرنا عمرنا إنما أهل غزة ربنا يبارك فيهم والله صمود يا جماعة المرأة الغزوية اللي اتقتل ناس من أهلها وهي بتقول دول مش بيستهدفوا حماس دول بيستهدفوا كل الفلسطينيين ناس فهمة ناس عارف القضية صح إنما اللي حماس عملته في غزة ده خطوة ما حصلتش في التاريخ الفلسطيني كله في الجدل الفلسطيني على قال لي بقى في بلد معانا يا إخواني يا جماعة عايزين نفهم القضية صح يجي بعد كده يقولك طب والتحرير وبتقول التحرير الفلسطيني وبتوحى ما يتعاون ومين يتعاون مع مين مين يعد مع مين يا ابني انتم بتتكلموا فيه يا جماعة مين يا جماعة اللي بيتقتل عشين الإسلام ومين اللي بيأكل من المواد اليهودية وبيقعد يضحك معها مين يا جماعة اللي متحصل عشين الإسلام ومين اللي كل معونات أعداء الإسلام بتوصل لديه هو مين يا جماعة اللي بيضحى عشان الاسلام ورفاء راية الاسلام ومين اللي قاعد يلبس ويركب من فلوس عداء الاسلام مين يا جماعة مين يوعد مع مين كده كده بتوحى مثل يهود عايزين يقتنوهم يقتنوهم وهم شرفاء احسن ما يقتنوهم هم جعلين كفاكم شرفا يا اهل غزة والله كفاكم شرفا ان ما عادش فيكم بيت ما فيش في قتل او جريح زي المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله وسلم ما عادش في بيت لو في قتل او جريح بسبب الاسلام كفاكم شرفا انكم تدفعوا تمال نصر الاسلام اللي بيحصل ده كشف اقناعة سقوط فضيحة للجميع اي حد هتكلم بعد كده عن غزة مالوش حق ينطع الا اصحاب الطاري الاسلام اي حد غير الطاري الاسلام يا فاشل يا خايد على طول ما فيش هو الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام انما اللي يجي الوقتي ويقول اصلي بتوع غزة قلتم اصليهم وفوفوش اليهود يا اخي يا اخي تي رب حتى لو ده رأيك يا اخي عامل زي قب بيدي لابنه ده وعشان ينجده الولا مات جي الناس حوالي انت اللي قتلت ابنك انت يا عمه هو ناقص الناس بتتدبح هناك وحنا بنقول ايه الناس بتتدبح هناك وحنا بنقول عنهم ايه يا اخي انت لو مكانهم يا اخي لو ابوك هناك لو اخوك هناك هتقول كده يا اخي هتقول ننقذ الناس وبعاك انا نتكلم ننقذ الناس وبعاك انا نتفاهم اللي بيحصل ده جماعة عشان ما يبقاش الكلام كله في اتجاه في اتجاه اللي بيحصل ده يا جماعة مش النهاية اللي بيحصل ده بداية والله يا جماعة الأمل يا أخواني الله قادر يا جماعة لما الإنجليز جوم يضربوا الحجاز من قرن من الزمان فعلوا هيدربها بالطيرات فالناس اترعبت فواحد الراجل كبير قالهم يا الطيرات دي اللي هترمن النار ديت هي الطيرات ديت فوق ربنا ولا ربنا اللي فوقها قالهم خلاص انتو خايفين من ايه رغم انه عمره ما سمع حاجة اسمها الطيرات الله قادر كل زمن كان اليهود بيتجبروا فيه أنا عايزي بأجوانة أمل أمل في التغيير أمل ان احنا هنقدر نغير أمل ان المعادلة حتى لو خرج منها الكل وتخازلوا عن النصرة احنا بإذن الملك هنقدر نغير لان معنا ربنا ربنا كل ما اليهود يفتروا ويتجبرهم ويحسبوا ان بحدش يقدر يرد عليهم ربنا ينتأمنهم بلا اسباب في غزوة خيبر لما تجبروا ربنا هدهم بسلاح الرعب سبحانه وتعالى لما اليهود في الأحزاب تمالقوا مع المشركين وحصلوا المدينة وكانوا يقضوا على الإسلام ربنا انتقم منهم بالريح لما خلاص بيوصلوا من القوة ان ما عادش حد قدهم ربنا بينتقم منهم بلا اسباب اللي اتفتحت على ايده خيبر عالي بن أبي طالب عالي بن أبي طالب كان نايم في السرير نايم مريض بسبب عينه وجسله وهو اللي اتفتح على ايده الحفر كأن ربنا بيقول لنا يا أمة محمد فوقهم إلا اليهود لو انتوا نايمين في الأرض بتموتهم بس رفعتوا راية الإسلام هنصركم عليه بس قوموا ربنا فتح اليهود وهد خيبر على ايد أضعف واحد في الجيش وأمرض واحد في الجيش عشان يدينا رسالة نحن منكفش من اليهود أنا ملقيتش آيات بتتكلم عن اليهود إلا وهي بتقول انهم تهزموا بالرعب على طول انتوا فاكرين انهم بيهدونهم بالحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة